مساء الخير عليكم احلى متابعين والنهاردة معانا قضية جديدة جدا بتشبه تماما في تفاصيلها قضية الدكتور ولاء زايد جريبة النهاردة فيها زوجة واخوتها بيعيدوا وبيعتدوا على الزوج المهندس وبيقتلوه واخيرا الحسم في قضية الدكتور ولاء زايد وظهور الحقيقة قريبا بس هنقول شوية تفاصيل النهاردة بتمنى حضراتكم تفضلوا موجودين معايا من بداية الحدقة ايه اخبارنا النهاردة وقبل ما نبدأ كده زي ما عودنا كل جمهورنا الحبيب ياريت نصلي عن نبي عليه افضل الصلاة والسلام وما تنسونش اللايك والشير والمتابعة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد ويلا بينا نبدأ احمد الحكيم معاكم اهلا بيكم الحقيقة انا من كتر الشبه دماغي اتبرجلت معقول الشبه يوصل للدرجات دي معقول نفس الجريمة بنفس التفاصيل ونفس الاسباب بتتكرروا في قل من شعر بتكلم عن جريمة اللي اكتشفوها مبارح في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لان الجريمة دي بتشبه تماما جريمة الدكتور ولاء زايد بالزبط طب ايه التفاصيل وايه الحكاية وايه اللي حصل حنقولوا مع حضراتكم التفاصيل ان كان فيه مهندس اسمه شام عنده 57 سنة كان ساكن في المحلة الكبرى بالغربية المهندس دي كان متجوز وطلق امراته بعدها اتجوز زوجة تانية وعاش معاها لكن حبي يرد الزوجة الاولى لعاسمته فتعمل ايه بقى الزوجة التانية الزوجة التانية بعتت جابت خواتها واستدرجوا المهندس لمخزن جنب البيت وهناك كتفوه باحبال وضربوه بعدها طعنوه كذا طعنى بالاسلحة البيضة بعدها سابوه ينزف لحد ما مات وطلعوا شاقتهم عادي جدا لحد ما اكتشف الجيران الحدثة فبلغوا اسم اول المحلة الجيران لما بلغوا الشرطة بعد الكشفة المبداية على جسد المهندس اتضح انه متصاب اكتر من جرح قطعي في جسمه وانه مات بسببها وبعد تحريات مطورتش بانت الحقيقة بسرعة والحقيقة ان الزوجة التانية لما عرفت ان المهندس عنده نية لرد زوجته الاولى عملت معاه خناء وبعد الخناء تقريبا حست انه مصمم على رأيه فقالت ما بديهاش بقى وراحت اتصلت باخوتها والهانم استدرجت جزها المهندس للمغزن اللي تحت العمارة وربطوه بالحبال وهاتك يا ضرب بعدها ضربوه بالمطاوي وصابوه وطلعوا والبقاء لله على كده نفس القصة بالزبط سبحان الله بتتكرر فرقت بس ان الدكتور ولا اترامى من البلكونة والتاني اتضرب بالسككين البوليس ابض على الهانم واخوتها والجسة راحت للطب الشرعي عشان تتشرح مبارح لكن النهاردة تم التصريح بدفن الجسة والتحقيقات لسه شغالة نتمنى ان القضية دي تكون واضحة ويتم القصص فيها بسرعة وانها ما تكونش زي قضية الدكتور ولا اللي اخدت وقت طويل جدا ولسه مش عارفين هتاخد وقت قد ايه تاني لحد ما يتحكم فيها ولحد ما يظهر الطب الشرعي قدين منتظرين وحقه يرجع زي ما الناس بتتمنى ويحصل قصاص في القتلى يشفي غاللنا كلنا وبنسبة الكلام عن دكتور ولا انا عايز اناقش معاكم جزئية في منتهى الخطورة وهي حاجة جاعدناها كاعلاميين وما خدناش بالنا منها ولا تكلمنا فيها وهي شهادة زوجة البواب هتسألني ما لها شهادة زوجة البواب وايه اللي فيها زوجة البواب وصفت رماء مرات الدكتور ولا والقتلى الخينة بوصف الحرباية وطبعا الوصف ده مش من فراغ اكيد لي حيثيات مرات البواب عرفاها عن الست دي لكن اللي انا عايز الفة انتباهكم ليه هو انها شهدت ان المتهم محمد ابو زيد كان بييجي البيت للدكتورة في غياب الدكتور ولا وانه كان دايما يطلع متسحب وانها مرة شافته مرة طالع بلعب اكل وحلويات ولما سألته رايح فين اتبرجل وما بقاش عارف يرد لكن كل الناس اخذت الشهادة دي وفسرتها على انها دليل خيانة الزوجة وانها اثبات عليها وعلى قلة اصلها وما خدوش بالهم من اللي مستخب ورا الشهادة دي لكن بص كده ان الشهادة دي من اهم الشهادات في القضية طبعا انا هنا بتكلم عن الناس العادية وعلى الاعلاميين اللي زينا لكن اكيد النيابة اخدت بالها كويس قوي وهنا انا بقول ان الشهادة دي من اهم الشهادات لي لانها هنا خلقت سبب للقتل لانها دايما الشرطة بتدور على صاحب المصلحة في القتل والشهادة دي خلقت المصلحة خلقت سبب لمحمد انه يقتل ولاء اذا اضفنا للشهادة دي على شهادة يونس اللي قال فيها عم محمد شال بابا من رجله ورمى من البلكونة يبقى احنا كده عندنا واحد شاف جزئية الرمي وعندنا دليل بالمصلحة على نفس الشخص ضيف عليهم بقى اخنائة الحجز واللي تخانق فيها مهاب وسيف مع محمد ابو زيل واللي فيها علا صوتهم عليه وقالوله انت اللي كنت عايز تتجوزها وانت اللي قتلته احنا هنا ممكن نكون حسبنا القضية انا كمان عايز الفة انتباهكم ان اللي بيحصل وبيوصل للرأي العام يا دوب واحد على عشرة من النيابة بيتحفز بيه عشان سير التحقيقات يعني اللي عندهم اكتر من اللي عندنا بكتير جدا سواء من الشهادات او من اللي جمعوه من التحريات العادية او اللي استنتجوه من شهادات المتهمين واللي استشفوه من تناقضات شهادات المتهمين مع بعض وطبعا تفتيش التليفونات واخيرا تقرير الطب الشرعي ان شاء الله اللي احنا في انتظاره وانا متهيقلي مهيقلي ان النيابة خلاص تكون عندها اليقين بان محمد هو القاتل وان كلهم شركاء في عملية التعذيب ومتهيقلي كده ان الحكاية مسألة وقت وانهم بس مستنين تقرير الطب الشرعي واللي بالمناسبة قرب يخرج خلاص عشان يعنونه النتيجة ويقوله المتهمين للجنيات كله خوفي ويا رب يطلع شكي في غير محله ان تهمة القتل يشيلها محمد ابو زيد لوحده لعب اللي في القضايا اللي زي دي كتير والثغرات اللي ممكن يدخل منها المحامين كتير وممكن تترمى القضايا كلها في حجر محمد وان الزوجة واخوتها وكل المعزيم اللي حضروا حفلة التعذيب يخرجوا مش قصدي براءة طبعا لانهم حيتحكموا بتهم زي التعذيب والترويع والاحتجاز بدون وجه حق وحاجات تانية كتير جدا لكن بقصد يخرجوا من تهمة القتل العمد طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى ينور بصير دائما القضاء المصري عندنا في مصر وربنا يجيب الحق دايما ويزر الحقيقة وكلنا ثقة في القضاء المصري واللي تسبب في موت الدكتور ولاق بالطريقة دي وحرمان ابنه ومنه والتسبب في أزمات نفسية حتفضل مصاحبة يونس طول حياته وكل واحد ياخد الجزاء اللي يستحقه لحد هنا وخلصة حلقتنا لاتمنى في حلقة بكرة نقول عن الجماعة دول كلهم أوراقهم راحت للمفتي ادعوا معايا كده يا ربي أشكر كل الناس المحترمة اللي كانت موجودة معايا وتبعتني لحد نهاية الحلقة وتنسوش تعملوا اللايك والشير والمتابعة وتنوروني بتوجهاتكم وتوجهني لأخطائي أو تناقشني في اللي قلتوا في الكومنتات لكم مني كل محبة أنا أخوكم أحمد الحكيم